بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من دراستنا لإنجيل القديس لؤ نبتدي بصلوة صغيرة وترنيمة وبعد نكمل دراستنا في الإسعاح الثاني من إنجيل لؤ بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربنا الحبيب يسوع المسيح من كل قلوبنا نشكرك إنك اخترتنا ودعتنا دعوة مقدسة عشان نكون لك يا ربي خاصة ونكون لك يا ربي تلاميذ حقيقيين نثبت فيك ونتبعك نحمل الصليب وندخل معك في شركة الألام لكي نتمجد أيضا معك أنت دعيتنا يا ربي لكي نكون واحدا فيك ونتمتع بمقدك نشكرك يا رب لأنك ليس كما يعطي العالم تعطينا نشكرك لأن سلامك الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا فيك دينا نعمة يا ربي علشان نفهم ونستوعب يا ربي أدي إيه محبتك وأدي إيه إشراقك على كل إنسان في هذا العالم لكي تخلصه أشكرك يا ربي لأنك بتحطي فينا هذا الحب الإلهي لانت طلبت من أجل أن هذا الحب يكون فينا الحب الذي أحبك به الآب منذ الأزل لكي يسكن هذا الحب فينا أدينا نعم يا ربي نحن نعيش كل يوم ننمو في هذا الحب ونتمتع به باركنا يا ربي بارك حياتنا قد خطواتنا يا ربي أدينا نحن نعيش حسب ما شئتك يا ربي ونتمم الخطة لانت رسمتها لكل واحد فينا بركة أمنا ستة العدرة بركة كارزنا مري مرقص بركة كل مصاف الملائكة والقدسين أمين حابب أبتدي بترنيمة من الترانيم الصغيرة اللطيفة اللي كان كاتبها القديس حبيب جيرجس الأرشيدياكو نحن عارفين أنه كان من الناس اللي تحب اللغة العربية جدا وكان كاتب مجموعة ضخمة من الترانيم كانش فيه في الكنيسة الأبطية في بداية القرن العشرين ترانيم خالص وهو يعني كانش فيه كتب ما كانش فيه ترانيم لكن هو الحقيقة عمل كتب جميلة وعمل ترانيم كمان جميلة له كتاب في مجموعة ترانيم وكان بسبب يعني إتقانه للغة العربية وكان بيكتب كله شعر شعر مزبوط يعني قفية ووزن وأحياناً يمكن للجيل الحالي يبقى الكلام العربي صعب شوية لكن أنا حابب أقول بعض الترانيم اللي هي ممكن تكون كلمتها سهلة وفي بعضها إحنا نعرفها زي كنيسة أرجو لك من عزة الإله خلاصة كل الشعب يا سفينة النجاح ده كلامه طبعاً ده ترانيمة من كتابته موجودة في الكتاب بتاعهم عندي الكتاب وفيه كتير من الترانيم الجميلة فإحنا ماشيين كده كل مرة حقول ترانيمة وممكن يكون فيها ترانيم من تأليف الأرشدية يكون القديس حبيب جيرجس الترانيمة بتاعت النهاردة سهلة خالص في لحنها وفي كلمتها برضو لذيذة خالص في كلمتها بدايتها كده ذاب في القلب شوقاً في محبة المسيح فهو كنز وملاذ لي وملجأي الصحيح ذاب في القلب شوقاً في محبة المسيح فهو كنز وملاذ لي وملجأي الصحيح اسمه يقطر حباً ويسيل بالكرام ويفيد بوداد وقمال ونعام يا يسوع أنت مجد مشتهايا في رضاك أحيا للحب فؤاداً هو لا يرضى سواك أنت لي خير طبيب ودواء وشفاء تبدلاً لي بسرور كل غم وشقاء أنت قواتي وعاوني أنت نابع السرور أنت بري وحياتي أنت لي سرق نور أنت حظي ونصيبي وضيائي في الحياة عند ضيقي وعنائي أنت لي نعم النجاة شوفوا الكلمات لطيفة وسهلة وفيها البعد الشخصي في محبة ربنا إزاي الإنسان بيستمتع بمحبة ربنا يسوع بشكل شخصي ده بعد هام جداً في الحياة المسيحية الحياة المسيحية مش مجرد معلومات لكن خبرة شخصية مع ربنا يسوع المسيح نبتدي الحلقة بتاعتنا النهاردة في إنجيل قديس لوقة الإصحاح الثاني إحنا كنا أخذنا بداية الإصحاح الثاني حدث الميلاد حدث هائل جداً مهم جداً للبشرية كلها ولكن محدش دريئان بيه حنشوف إيه اللي حصل إحنا أخذنا أول سبع آيات وكانت الآية السابعة بتقول فولدت على الستة العذرة ابنها البكر وقمطته وأطجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل حدش استضفهم وولدت السيد المسيح في المذود إحنا النهاردة نأخذ من آية تمانية لآية عشرين ونأسمهم على فقرتي وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفاً عظيماً فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر نعم بعض الدارسين بيقولوا إنه الرعاء دول كانوا الرعاء اللي بيحرسوا قطعان الغنم اللي حتقدم في الذبائح في الهيكل يعني مخصصين لحراسة الغنم المخصصة للذبائح الهيكلية ولما رحنا بيت لحم شفنا الحقل بتاع الرعاء حوالي 2 كيلو بره بيت لحم 2-3 كيلو شرق بيت لحمه في منطقة وطية شوية بيت لحمه عالية برضو زي ما قلت قبل كده زي قرشارين كده مناطق جبلية بيت لحمه برضو على جبل حوالي 800 متر في سطح البحر والحقل بتاع رعاشر بيت لحمه بحوالي 2-3 كيلو حقل متسع وفي عدة مغاير منهم مغارة كبيرة يقال أو يرجح بحسب السكان المحليين ان دي اللي كان بيدرى فيها الرعاة من البرد او بيجمعوا فيها الغنم بالليل في عدة مغير وطبعا في كنيسة هناك في مكان حقل الرعاة موجودة بالوقت طبعا اللي احنا شايفينه ان العالم والارض كلها مش دريانة بميلاد مخلص العالم فالسماء هي اللي بدأت تعلم السماء هي اللي بدأت تعلم للارضيين الحدث الهائل اللي بيتم على الارض واول بشارة بميلاد الحمل حمل الله فاز بيها رعاة الحملان الحملان اللي هتقدم ذبائح لله رعاة فازوا بهذه البشارة اول بشارة ويمكن لها معنى برضو ان الرعاة هم اللي ياخدوا اول بشار يعني احنا طبعا عارفين الكنيسة بتسمي الكهنة بتوحى رعاة والخدام رعاة فلانه الكهنة هم المستأمنين على اسرار الحمل الالهي ربنا يسوع المسيح وكلاء سرائر الله زي ما بيقول عليهم قديس بولوس الرسول في كرونسوس الاولى اربعة ف كرونسوس الاولى تلاتة لا اناسف كرونسوس الاولى اربعة ف الرعاة دول الرعاة بتوع العهد الجديد الكهنة هم اللي بيقدموا الحمل الالهي وبيقفوا على المسبح يقدموا الزبيحة علشان يشبعوا الرعاة فجت البشارة للرعاة دول في العهد القديم علشان يبقى ربنا زي بيدي كده اشارة بسيطة ان دايما النعمة هتيجي للرعاة للكهنة وهم يبشروا الشعب يدي النعمة وهم يوزعوا للشعب يكسر الخبزات ويدي للرسل يوزعوا على الناس بعد ما نظموهم يقولك اعطى التلاميذ والتلاميذ اعطوا الجموع ممكن يكون دا دايما التدبير الالهي مش دايما ربنا له طرق متعددة لكن دا التدبير الالهي في الكنيسة فالكنيسة دعت الكهنة رعاة زي ما قلت انه الارض استقبلت خالقها في صمت رهيب لكن ما كانش ممكن للسماء انها تسكت وبدأت تعلم فبيقول انه ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم حولهم نور عظيم مجد عظيم فخاف حولهم يعني في اليوناني بيري بيري زي بيريكارديم بيريكارديم دا اللي هو الغشاء المغلف للقلب كده من كل نحية بيريتونية من الغشاء المغلف للأحشاء بتاعة البطن بيريكار يعني حاجة محوطة من كل نحية لكن ما كده الرب احاطة بهم دي بتفكرني بمشهد ربنا يسوع لما ظهر لبولس الرسول وهو بيقترب من دمشق قديس بولس الرسول هو بيوصف طبعا هي بتذكر التقط مرات في سفر عمل الرسل منهم مرتين بتفصيل دقيق مرة في إصحاح تسعة ومرة في إصحاح تنين وعشرين فقديس بولس الرسول في إصحاح اتنين وعشرين من أعمال الرسول كان بيوصف بنفسه هو اللي كان بيحكي فبيقول قال كلمة حولي دي مرتين بيري دي بيري مرتين يقول أنه النور زي أنا اتغمرت بالنور والنور ده كان حوالي من كل نحية فسقط على الأرض وخاف وبدأ ربنا يسوع يكلمه ويقوله شاول شاول لماذا تطهيد نفس الموقف اللي هما دخلوا فيه الرعاة مجد الرب أضاء حولهم طريقة ربنا كده حب يغمر نور يغمر يخدنا كده فيه ربنا مش بيدي نقطة نقطة ربنا بيدي ينبوع ربنا مش بيدي شعاع من نور ربنا بي لما بيشرق على إنسان بيغمروا بالمجد بيغمروا بالنور وكل إنسان كده يعني داء حب ربنا ودخل كده في جو هذا النور الإلهي وهو بيرى الإنجيل وهو بيصلي وهو رفع قلبه في القداس بيحس فعلا إن ربنا محوطه من كل ناحية وإنه فيه حضور إلهي قوي محوطه فمجد الرب أضاء حولهم أضاء حولهم حوطهم من كل ناحية وبعدين بيقول لهم إيه الملك بيقول لهم لا تخاف أول حاجة زي ما قال للستة العذرة لا تخاف يا مر لا تخاف يا زكري الإنسان لما بيحس بحاجة من ربنا أو بيحس بحاجة ضخمة زي كده الحضور الإلهي والنور الإلهي والمجد الإلهي لك مجد الرب أضاء حولهم طبعا إحنا مش مهيئين لكده وده رد فعلي طبيعي إن الإنسان يخاف فعلى طول تيجي رسالة سلام وطمأنينة لا تخاف يا زكري لا تخاف يا مريم فعلى طول الملك بيقول للرعاء لا تخاف لا تخاف لا تخاف هأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب لطيفة هبشركم هيبشر الرعاء والفرح للشعب البشرة للرعاء والفرح للشعب ربنا ساعات كتيرة يبدي الرعاء علشان الشعب يفرح يبشر الرعاء ويحط الكلمة الإلهية في بقهم علشان الشعب يتغزى ويفرح وبشركم بفرح عظيم مش لي كنت بس لكن لكل الشعب بفرح عظيم يكون لجميع الشعب فالبشارة للرعاء والفرح للشعب وعلى الرعاء وعلى الرعاء توصيل البشرة ليفرح الشعب فمش بس الشعب الزغير في دايرة صغيرة لا لكل العالم ده مخلص العالم تكونون لي شهودا في أرشاليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فرح يكون لجميع الشعب الفرح اللي من هذا النوع مش فرح جسدي مادي دا فرح بيتولد في الروح بيتولد جوه القلب إذا اعتبر القلب هو مركز الروح بشكل معناوي مش القلب اللي هو العضلة المادية لكن الفرح دا الإلهي دا بيتولد في الروح بيتولد في القلب مش مجرد في الجسد الجسد يتلزز بأكل يتلزز بسماع حاجة يتلزز بحاجات أمور في العالم وبعد كده يتبل ويفقد حتى الإحساس بالطعم وبالصوت وبأي حاجة وبعد كده ينتهي والتراب يرجع للتراب أما الفرح اللي يتولد في القلب فده فرح يدوم يدوم اللزة الجسدية بتنتهي بتنتهي بسرعة جدا وفي الآخر الإنسان يسيبها وتختفي وينساها ولكن الفرح الإلهي اللي بيتولد في القلب يكبر في القلب ويدوم ونخدم عانا للسام نخدم عانا للسام يدوم إلى الأبد أراكم فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم لا ينزع أحد فرحكم منكم لأنه مش حاجة من بره ده حاجة بتتولد في القلب نخدم عانا ونعيش به إلى الأبد أما أفرح العالم بنسيبها على الأرض وبتنتهي وبتتلاشة مفيش حاجة ممكن تسلبنا الفرح بتاع المسيح المسيح قام ومش هيموت تاني المسيح قام وعاش ولن يسود عليه الموت هكذا الفرح الإلهي المتولد في القلب يأخذ قوة قيامة المسيح ولا يسود عليه الموت بعد فرحنا بالمسيح لا يأموت إلى الأبد ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إيه يا طر أنه ولد لكم اليوم قل يبالكم من لكم ده بتاعكم أنتم ده مخصوص ده مخصوص لكل نفس ولد لكم ولد لكل نفس في العالم ولد لكم اليوم في مدينة داود المدينة اللي جنبكم أنتم برّة في الحقل المدينة الصغيرة اللي جنبكم ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ولد لكم اليوم مخلص طبعا ربنا يسوع خد الاسم بتاعه من السماء الملك هو اللي قال للستة العدرة وهو اللي قال ليوسف النجار تسموه يسوع معناها الله يخلص فيهو يشع يعني يخلص فهو متسمي علشان يعبر عن الرسالة ان الله يخلص وبعد كده قال الملك ليوسف النجار وهو بيطمنه في الحلم ان الحب بيه في الستة العدرة من الروح القدس قال له ده تسمي يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه يخلص شعبه من خطاياه مش مخلص يعني بطل وملك مدي قائد حربي لا 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 لكن يخلص شعبه من خطاياه ولد لكم اليوم في مدينة داود اللي طبعا هي المشهورة بيتلح المشهورة بانها مدينة داود لانه توالد فيها مخلص هو المسيح الرب المسيح يعني المقدس لله المخصص لله وهو الرب وهو الرب هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود مش هتلاقوه في بيت من البيوت هتلاقوه في مذود ياه يعني في حاجة ملحقة كده في بيت من البيوت بتاعت المكان بتاع المواشي ياه هي دي العلامة ونلاحظ طبعا الملاك ما قال لهم شروحه لكن عطاهم البشارة فرحهم وبعدين قال لهم العلامة وسبهم الزبط زي ما قال للستة العدرة علامة انه قلي سبات نسيباتك حبلة بابن فيه شيخوختها ودلوقتي ده الشهر السادس لتلك المدعوة عقر فالعدرة على طول لقت الرسالة وفهمت وراح تجري عليها هنا برضو الرعاة نفس الموضوع دايما ربنا ما بيجبرناش ان احنا نتحرك ما بيجبرناش بيكشف لنا وبعدين احنا وشطرتنا بقى فهمنا الرسالة واحد كده ربنا دواء وحبه قال ما قدرش اسكت لازم ادواء الحب ده للناس لازم اشارك النعمة اللي ربنا عطهاني مع اخواتي هو نور لي حياتي طب ادي فرصة لاخواتي كمان ينوروا حياتهم من النور اللي انا اخدته انا مش هنقص حاجة النور يزيد زي ما كنا بنتكلم النهاردة الصبح النور يزيد لما ينتشر ولما نشاركه مع الاخرين المحبة تزيد لما نشاركها مع الاخرين فربنا ما قال لهمش الملاك ما قال لهمش روحوا لكن عطاهم بس العلامة ومدام عطاهم العلامة يبقى معناها طب ما يروحوا ويشوفوا فحيتلاقوا طفل مقمط ومضجع في ايه في مزود بشارة الملاك للرعاة ليها اكتر من سبب اول حاجة يعني لو قلنا ليها انا اسف اكتر من هدف لو حاولنا نلخصها كده نلاقي على الاقل اربع اهداف ليه ربنا بعت الملاك بشر الرعاة اول حاجة علشان يكون فيه شهود عيان للميلاد الالهي فينا الناس مش عارفة الناس مش فهمة مش مدركة لحتى ما فتحولوش بيوتهم فيبقى فيه شهود عيان فعلا وناس تروح وتشوف بنفسها تاني حاجة انها تكشف للارضيين اهم حدث يخص خلاصهم ميلاد المخلص يعني في البشرة دي السماء بتكشف للارض وبيتكشف للارضيين اهم حدث يخص خلاصهم وهو ميلاد المخلص بتاعهم نوطة ثالثة انه بتكشف ايضا رسالة هذا المخلص وطبيعة الرسالة بتاعته خلاص مخلصهم سلام وفرح زي ما نشوف تسبيحة الملايكة فيها سلام وفيها فرح وطبيعة الرسالة بتاعت هذا المولود الالهي رسالة خلاص رسالة سلام رسالة فرح ايضا من اهداف البشرة ان هي تطمن وتشجع الستة العذرة ويوسف النجار كل واحد فيهم على حدة وعشان يكتشفوا بعض الابعاد الجديدة للرسالة بتاعتهم وكمان ياخدوا سند مدي زي ما هنشوف دلوقتي في بعض تأملات الاباء في زيارة الرعاة للعذرة واليوسف النجار وهما طبعا في الظروف صعبة لانه بالليل وساعة وضلمة وما حدش فتح لهم وفي الظروف قاسية انية تولد في الوضع ده فرسالة فرح لقلب العذرة وسند ليهم ليها هي والقديس يوسف النجار فدي كتأهداف البشارة بتاعت الملائكة للرعاة ان يكون في شهود عيان انها تكشف للارضيين من السماء اهم حدث يخص خلاص البشر وانها تكشف طبيعة رسالة المسيح ان هي خلاص وسلام وفرح وان هي تطمن وتشجع الستة العذرة وتفرحها هي ويوسف النجار ويبقى ليهم سند ايضا وزي ما نشوف دلوقتي يعني بعد زيارة الرعاة إلا هيحصل وظهر بغتة مع الملاك وهو الملاك بيكلمه بصوا لقوا مع الملاك جمهور من الجند السماء مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسر السماء كلها فرحانة السماء كلها فرحانة جمهور من الجند السماء اللي احنا مش شايفين وهم مش شايفين فعشان كده عايزيننا عينينا تتفتح ونفهم ايه اللي بيحصل ساعات البشر بيبقى حالتهم صعبة جدا ده حالة الانسان بعض السقوط بواجهة عام انه مش دريان مش اتقطعت السلة بينه وبين ربنا ومش فاهم ومش دريان باللي بيحصل لكن السماء بتشاركنا ما احنا عيلة واحدة السمائيين والارضيين دول عيلة واحدة خليقة الله هما بيحبونا السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب يعني متابعنا بيشجعونا بيفرحوا بينا ومشاركنا فربنا يسمح بقى بالحدث الجميل ده ان احنا نشوف التسبحة دي ونسمعها دي اللي يقال عن تسبحة الميلاد مشهورة كده لك تسبحة الميلاد المجدر الله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر الحقيقة انه الاباء اتكلموا كلام كتير ايوة على التسبحة دي انا بس عايز اوضح حاجة في الترجمة نفسها بتاعة النص ده بالذات علشان نفهم المعنى بالزبط الترجمة بالذات في الجزء الاخير من التسبحة دي ممكن تحتمل اكتر من معنى تحتمل اكتر من معنى لو احنا فهمنا النص زي ما هو مكتوب والناس اغلبيتها حفظة بالوضع ده المجدر الله في الاعالي دي فقرة وعلى الارض السلام دي فقرة وبالناس المصر دي فقرة يبقى كده احنا بنتكلم على تلت فقرات وفيه اباء فسروها كده تمجيد لله الساكن في الاعالي وبما ان ملك السلام تولد على الارض يبقى فيه سلام وبالناس المصرة يعني تحل المصرة في قلوب البشر والفرح يبقى هي رسالة سلام وفرح فيه اباء فهم النص وفهم الترجمة او فهم المعنى بانهما فقرتين بس فقرتين بس مش فقرة واحدة ومعظم الاباء فهموها كده ها اشرح ازاي المجدول الله في الاعالي هو تمجيد لله في الاعالي دي مفهش مشكلة وعلى الارض السلام كويس لكن النص اليوناني المعنى بدقة لو احنا تتبعنا المعنى لانه مش يعني مش سهل بجملة فيها تركيبة متدخلة في بعضها وعلى الارض السلام بين الناس وعلى الارض السلام بين الناس يعني هي نفس الجملة هي جملة واحدة على الارض السلام بين البشر بين الناس جوة بين الناس طب والمسرة بالذي فيه مسرة الاب السلام اللي هيجي على الارض بين الناس ده بواسطة المولود اللي فيه مصرة الآب أشرح أكتر شوي كلنا فاكرين في المعمودية وفي التجلب لما الآب قال بصوت مسموع هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هو ده موضع مصرة الآب السيد المسيحي الابن هو موضع سرور الآب هو الذي به مصرة الآب بهذا المولود الإلهي اللي تولد في بيت لح اللي به مصرة الآب كان السلام بين الناس كان السلام بين الناس فالمعنى بقى فقرتين بس المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام بين الناس بالذي سر به الآب بالذي سر به المقصود به الآب السلام ده جه بين الناس بالذي سر به الآب اللي هو ربنا يسوع المسيح الابن المتجسد واضح ف ممكن بعض الترجمات مترجمها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للحائزين رضاه السلام ده جاي للحائزين الرضاه دي ترجمة شوية بعيدة لكن موجودة في بعض المترجمين اللي بيضققوا في اليوناني لأن الكلمة زي ما قلت فيها تركيبة كده ممكن الجملتين يبقوا مع بعض لكن زي ما أنا قلت بقى اللي احنا حفزنا طبعا مجد لله في الأعالي فقرة على الأرض السلام فقرة وبالناس اللي ما سر فقرة لكن لو احنا اخذناها فقرتين تبقى ايه تبقى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس أو بين الناس بالذي سر به على الأرض السلام في الناس أو بين الناس بالذي سر به بن قسيم الله السلام ده يجي بين الناس بالمسيح الذي سر به الله دي تسبحت الملائكة بيمجدوا الله في الأعالي وبيبشروا الناس بالسلام اللي هيجي لهم بهذا المولود الذي هو موضع سرور الأب أعتقد تكون كده وضحت فالمجد لله في الأعالي لأنه افتقد البشر المجد لله في الأعالي على محبته ونعمته وعلى الأرض حل السلام بين الناس حل السلام بين الناس بواسطة هذا المولود الإلهي الذي هو موضع سرور الأب فهنا إحنا لو رجعنا نفكر إيه اللي حصل بعض السقوط قبل السقوط ربنا خلقنا على صورته وبعض السقوط إحنا أفسادنا الصورة دي بالخطرية فهو أخذ السورة دي لنفسه وتولد بيها علشان يشفيها ويحيها ويجددها أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له أخذ طبيعتنا البشرية بكل ما فيها وعاش منتصرا على الخطيئة فبلا خطيئة وحده ولم تتصلت عليه الخطيئة في يوم من الأيام مشان كده يقول عليه القديس يا عقوب في رسالته لصحي الأول غير مجرب بالشرور يعني غير خاضع للشر غير مجرب بالشرور وبالتالي لا يجرب أحدا فهو أخذ طبيعتنا وعاش في نقاوة كاملة وداس الخطيئة اللي في الطبيعتنا تماما وهزمها حمل خطيئانا في جسده ودخل للموت وداس الموت وقام علشان يهدنا طبيعة جديدة مقدسة قوية غالبة للموت وغالبة للخطيئة فأخذ الصورة بتاعتنا أخذ طبيعتنا البشرية عشان يشفيها يحييها يعيد لها بهأها يعيد لها جمالها الأول وهو ده هدف التجسد بميلاده لينا ولد لكم اليوم بميلاده لينا يلدنا له بميلاده من أجلنا أو لينا يلدنا له لما إحنا نثبت فيه وندخل في عهد معاه بالمعمودية نموت ونقوم معاه ده اسمه ميلاد جديد هي دي المعمودية بتاعتنا ميلاد جديد بميلاده لينا يلدنا له ويدوس بموته موتنا ويبررنا ببره يبررنا ببره زي ما كنا بنقول في الترتيلة الجميلة أنت بري وحياتي أنت بري وحياتي يبررنا ببره أن احنا كنا عاجزين أن احنا نتبرر لكنه اتحب بينا عشان يبررنا ببره بموته يدوس الموت بتاعنا وبميلاده من السلطة العدرة يلدنا ليه مرة أخرى في المعمودية فنصير أبناء الله مولودين ليس من دمه ولا من مشيئة جسده ولا من مشيئة رجل بل من الله بعد كده الفقرة الجميلة اللي بعد كده أنه الرعاة نجري على المزود يقول ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب واقع أعلمنا به الرب لنذهب الآن إلى بيت لحم زي ما قلت لكم الحقل كان بعيد شوية عن بيت لحم حوالي 2-3 كيلو يعني المسافة تعمل لها يعني نصف ساعة ماشي مثلا فإذا حسبنا المطالع لأنها هي مطلع طبعا هما رايحين على بيت لحم هيبوا طلعين فتأخذ يمكن خمسة أو تلاتين دقيقة في الرينجل يعني بالنصف ساعة لساعة لرب فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم هنا نقف هنا النهار كما أسرعت أمنا العدرة لألي صباط بعد البشارة أسرع الرعاة بعد بشارة الملايكة علشان يشوفوا الطفل يسوع في المزود دايما الرؤى السماوية دي بتدي طاقة طب إحنا في آخر إحنا في نص الليل إحنا تعبنين لا تدي طاقة كده نعمة كده فأسرع الرعاة إلى المزود زي ما أسرعت العدرة لزيارة الإصابات فراحوا بسرعة وقالوا نروح بيت لحم جاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف إزاي وجدوهم؟ طبعا يعني الدنيا ظلمة ولكن لو هم قرية بيت لحمة مش حاجة كبيرة مجرد أن هم يمشوا في الشوارع ممكن يسمعوا صوت طفل بيبكي ممكن يسمعوا وبالذات مش جوه البيوت البيوت عشان مقفولة الصوت بيبقى حتى لو فيه صوت جواها ممكن ما يبقاش مسموع قوي بره لكن المزود لأنه مفتوح ما لهوش باب وحتى لو لهو باب مش كامل يعني حاجة صغيرة فممكن وهم ماشيين هيسمعوا صوت طفل سمعوا صوت ناس بتتكلم ففعلا وصلوا بسرعة وعرفوا يلاقوا السيد المسيح ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود زي ما قالوا من الملك بزبط هذه هي لكم العلامة فلما رأوا أخباروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي بدأوا يحكوا الملك ظهر لنا ده المخلص هو المسيح الرب والملائكة بتسبحوا بتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام بين الناس بالذي سر به الآخر فياه بدأوا يحكوا الكلام وطبعا الرعاة مش معروف عددهم قد ايه بس كانوا أكيد مجموعة مش واحد ولا اتنين أكيد مجموعة كبيرة طبعا عملوا صوت الناس بدأت تصحى والناس بدأت تسمع وبدأت تيجي على المكان وبدأ الرعاة يتكلموا عشان كده بيقول لما رأوا أخباره بالكلام وكل الذين سامعوا واضح أن فيه ناس كتيرة بدأت تيجي شوية بشوية وتسمع ويقولوا البعض فيه صوت فيه حركة دايما القرى والحطة الصغيرة دي بالليل بتوبى الدنيا هادية خالص فلما يكون فيه صوت كتير براء الناس بتصحى وبتنزل تبص فيه ايه فيه تجمع فيه صوت فيه حاجة وناس بتحكي وناس فرحانة وناس بتتكلم فبدأوا الناس تتجمع على الأقل المنطقة اللي جنب المزود بدأوا الناس يروحوا يشوفوا ايه الموضوع واخدين طبعا معهم زي مصابيح او حاجة وبيتحركوا بيه فبدأوا يروحوا يقول لك كل الذين سمعوا وتعجبوا مما قيل لهم من الرعاة وهنا لما الرعاة يشهدوا الشهادة دي ويحكوا اللي حصل لهم وهم صادقين وحسين بالنعمة اللي خدوها فالرسالة بتاعتهم والشهادة بتاعتهم بتبقى شهادة في منتهى الصدق والناس بتحس وبعد كده اكيد انا اعتقد ان في نفس الليلة بالكتير تاني يوم حد من الجران خاصة اللي سمعوا بالليل قالوا للناس الصبح اذا كان يعني ما اخدوهمش جوه بيت في نفس الليلة لكن على الاقل بالكتير خالص تاني يوم كانوا خدوهم في بيت فيه اسرة من الاسر اكيد قالت لا لا ازاي انتوا قاعدين في المكان ده تعالوا عندنا ففيه اسر على طول استضافتهم فانا مش متوقع انه هما يكونوا قعدوا في المزود اكتر من الليلة بتاعت الميلاد ما يكونوش قعدوا اكتر من كده نقلوا بعد كده على بيت من بيوت بيت لحم وفضلوا في هذا البيت معظم المدة او طول المدة يعني متهاليش انه هيبقى فيه سبب انه هما يتحركوا لحد لما المجوس جم بعد اكتر من اربعين يوم يا دوب يعني بعد اربعين يوم وشوية ودي اللي هنشوفها بعد كده في اخر حلقة من الاسعاح التاني ولما جم المجوس يقول كان في بيت في بيت لحم الوقف وقف وقف ده كان بيت دول يعني الناس اللي هما بعد ما سمعوا من الرعاة قالوا ازاي الاسرة المباركة دي ازاي الكلام ده والطفل الالهي ده والمخلص ده ويبقى في الوضع ده لا لازم يجي يتفضلوا عندنا في بيت من البيوت وفعلا اخدوهم عندهم في بيت بعد كده بيقول اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها واضح انه القديس لواء بينقل بالزبط اللي سمعوا من الست العطرة حتى العلماء بتوع اللغة لما بيدرسوا الاسحاحين الاول والتاني من انجيل لواء بيقولوا الكلام ده واضح ان هو اصله عبري اصله يعني بالزبط حد حكا بالعبري والقديس لواء كاتبه باليوناني ان حتى التراكيب اللغوية اللي فيه تمشي اكتر على اللغة العبري فواضح ان القديس لواء سمع ودون من فم الست العدرة حتى مشاعرها حتى اللي هي كانت بتفكر فيه بتسمع طبعا بتسمع كتير يعني بتحفظ في قلبها بتحفظ في قلبها بتتكلمش لكن بتحفظ وبتسمع وبتنمو في المعرفة وفي الخبرة الملكة وبريال قال لها حاجات قلي سباط قالت لها حاجات هنا الرعاة بيشهدوا عن الكلام اللي الملائكة بيقوله لهم والست العدرة حفظته في قلبها ونقلته لنا بعد كده عن طريق القديس بعد كده بيقول كده راجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم حاجة لطيفة خلص المشهد بيبتدي بتسبيح من الملائكة من السماء وينتهي بتسبيح من الرعاة يعني السماء بتحفزنا كده تبتدي تسبح ايه الموضوع احنا مش دريانين خالص يبتدي السماء تعلن 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 وتسبح تسبح تسبح وبعدين يبتدي الإنسان يتحقق ويشوف وعينه تتفتح ويتقابل مع المسيح ويشوف النتيجة تكون ايه إن الإنسان نفسه هو اللي يبتدي ايه يسبح عشان كده حتى تسبحة الملائكة دي دخلت جوه لترجيات الكنيسة كل يوم في تسبحة باكر طبعا نصليها في رفع بخور باكر ونصليها في الأجبية فلنسبح مع الملائكة قائلين المجدر الله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر نسبح مع الملائكة على فكرة التسبحة دي موجودة في جميع الكنيس التقليدية تسبحة قديمة جدا من قبل القديس أثاناسيوس كمان ساعات الناس بتقولي أن تسبحة بحجمها الحالي ده من وضع القديس أثاناسيوس الرسولي لكن هي كانت موجودة في عهد القديس أثاناسيوس ودرجة أنه كان فيه نسبة حد كان بعت رسالة لحد بيسألوا أصلي إيه الصبح فبيقولت انتصالي ثلاث مزامير وتقول تسبحة الملائكة دي وصلوا كمان فعزي يعطي تدريب أن تسبحة الملائكة دي تسبحة فعلا موجودة في كل الكنيسة الشرقية والتقليدية بواكعان فدخلت بقيت في تسبيح الكنيسة حاجة لطيفة قوي البداية أن الملائكة بتسبح والنهاية أن الرعاة هم اللي بيمجدوا وبيسبحوا الله وكأن شعلة التسبيح انتقلت من الملائكة للرعاة انتقلت من السمائيين إلى الأرضيين حاجة جميلة قوي اللي يعاشر الملائكة يتعلم التسبيح اللي يفتح قلبه كده لنعمة ربنا ويشارك السمائيين في تسبيحهم يلاقي قلبه وبدأ يلهج بالتسبيح والتمجيد ربنا راجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سامعوه ورأوه كما قيل لهم هللاحظ كده سمعوا ما قيل لهم وبعدين راحوا يتحققوا لا يكفي أن احنا نسمع لازم نتحقق بنفسنا لا يكفي أن احنا نسمع دروس في الإنجيل الله الإنجيل حلو صح لكن لازم نتحقق بنفسنا لازم نفتح بنفسنا وندرس بنفسنا ونخطط ونذاكر ونبص ونقارن ونتعلم وندوق بنفسنا ونشوف بنفسنا زي ما الرعاء قالوا لبعض كده لنذهب الآن علشان نشوف هذا الأمر الذي أعلمنا به الرب يلا نفتح بنفسنا يلا ناكل أكل حلو روحي بنفسنا نعف هنا ونبتدي ناخد بقى بعض التعليقات للأباء يعني لقيت أباء كتيرة علقوا تعليقات لطيفة قوي حبيت يعني أشارك معكم بعض الحاجات دي أتجمعتها لكم وأبتدي بالعلمة أوريجينوس في القرن الثالث بيقول ملك الرب لم يذهب إلى أوروشاليم ولا بحث عن الكتب والفريسيين ولا دخل مجمع اليهود لكنه بحث عن رعاه يحرسون حراسة الليل القطيع يعني الملك لما جاي اختار يبشر مرحش الهيكل ولا رحل المعلمين الكبار بتوع الهيكل ولا الكتب والفريسيين ولا الحاجات لكن رحل رعاه يحرسون حراسة الليل القطيع ملائك الرب جاء للرعاه وكلمه اسمعوا يا ملائكة الكنيس ملائكة الكنيس طبعا التعبير متاخذ من سفر الرؤية الملائكة الكنيس اللهم رعاة الكنيس فإن ملائك الرب لا يزال ينزل من السماء ليعلن لكم أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ملائك الرب لا يزال ينزل من السماء ليعلن لكم حقا لو لم يأتي هذا المخلص لما استطاع رعاة الكنيس أن يعتنوا برعايتهم من أنفسهم يعني لولا نعمة ربنا اللي بتقيلنا ما كناش هنعرف نرعى بنفسنا أبدا لكن ربنا هو اللي بيدي النعمة وهو اللي بيبارك الرعاة وهو اللي بيديهم الرسالة علشان يعرفوا يرعوا مش بيرعوا من أنفسهم حقا لو لم يأتي هذا المخلص لما استطاع رعاة الكنيس أن يعتنوا برعايتهم من أنفسهم فاشلة هي رعايتهم إن لم يرعها المسيح معهم وبعدين يقول الآية الجميلة بتاعة بولوس الرسول في كرونسوس الأولى 3 اللي هي بيقول فيها أنتم فلاحة الله بنا الله أنتم إحنا فلاحة الله ده شغل ربنا والرعاة اللي بيفلحوا في الأرض أو الزراع اللي بيفلحوا في الأرض أو الرعاة اللي بيرعوا أو البنيين اللي بيبنوا في الكنيسة وبيعملوا الكلمة للبنيان دول بيشتغلوا من خلال ربنا وربنا هو اللي سندهم فاشلة هي رعايتهم إن لم يرعها المسيح معهم الراعي الصالح هو ذلك الذي يتبع سيده الراعي الصالح يعني الخادم الكويس هو اللي يتبع المسيح الراعي الصالح فيعمل مع الله ومع المسيح قديس يوحانا ذهبي الفم لوتا أمو اللطيفي يقولا الذي من فوق يسكن هنا على الأرض لأجل خلصنا ربنا يسوع اللي هو من فوق اللي هو قال على نفسه إن أنا جاي من فوق يسكن هنا على الأرض لأجل خلصنا والإنسان الذي هو تحت يرتفع إلى فوق بالمراحم الإلهية يعني هو نزل من فوق لتحت علشان يرفعنا إحنا لتحت نبقى فوق بالمراحم الإلهية هو ذا بيت لحم تضاهي السماء بيت لحم بقت سماء بقت شبه السماء فتسمع فيها أصوات تسبيح الملائكة بدلاً من الكواكب وبدلاً من الشمس أشرق شمس البر في كل جانب يعني بيت لحم بقت هي السماء تسبيح الملائكة وأصوات تسبيح الملائكة بقت بدل الكواكب اللي في السماء أجمل حتى من الكواكب اللي في السماء وبدل من الشمس اللي في السماء لا ده بقى فيه شمس البر موجود بيضيء على العالم من كل جانب بعد كده من أقوال ماري فرقام ماري فرقام الحقيقة طبعا ماري فرقام السورياني عاش في القرن الرابع وكان شاعر كان شماس جميل وشاعر كتب أشعار زي مزامير كده تسبيح ولو حاجات في تسبيح الميلاد فوق الوصف في الجمال جمال فوق الوصف يعني أخليها أنا فاكر كلمنا فيها في وعظة عيد الميلاد اللي فات لكن أنا اخترت حاجة تانية برضو من التسبيح الحلوة بتاعت ماري فرقام بمناسبة الميلاد بيقول إيه؟ بيقول اليوم ابتهج الحراس الحراس اللي هم الرعاة اللي بيحرسوا الرعية بتاعتهم اليوم ابتهج الحراس لأن الساهر جاء لإيقاظنا الساهر اللي هو الله اللي الذي لا ينعس ولا ينام اللي وصفه دانيال النبي في صحاحة 4 إنه هو ساهر وقدوس ساهر وقدوس ساهر ليعني عينه لا تنعس ولا يتنام أبدا أبدا لأن الساهر جاء لإيقاظنا فابتهج الحراس لقد جلب آدم النعاس على العالم بالخطية آدم وقعنا في الخمول والنوم بالخطية ولكن الساهر ناذل لإيقاظنا من نوم الخطية العميق طوبى لمن يصير قيثارة لتسبيحك فإن نعمتك تكون هي مكافأته اللي كده يسبحك بكل قلبه بأقيثارة لتسبيحك نعمتك تكون هي مكافأته جاء الرعاة حاملين أفضل الهدايا من قطعانهم هو هنا بيتخيل لكن ممكن فعلا يكون ده اللي حصل أو يكون ده تقليد موجود والقديس ماري فرقم بين الهولنا فبيقول أن الرعاة راحوا المزود ومعهم شوية هدايا للمولود ده فبيقول إيه يلجاء الرعاة حاملين أفضل الهدايا من قطعانهم لبنا لذيذا ولحما طازجا وتسبيحا لائقا جابين لبن من لبن المعيز اللي معاه ولحم جابوا من القطعان اللي معاه مقدموا وتسبيحا لائقا لبنا لذيذا ولحما طازجا وتسبيحا لائقا أعطوا اللحم ليوسف واللبن لمريم والتسبيح للإبن الله كلام ماري فرقم اللذيذ أولا أحضروا حملا رضيعا وقدموه لخروف الفسح زي ما يكونوا قدموا لهم حمل هو ده اللحم يعني قدموا حمل هدية للأسرة علشان يعني يدبحوا ويكلوا في الظروف الصعبة وفي البرد اللي هم فيه قدموا حمل لخروف الفسح اللي هو المسيح قدموا بكرا للإبن البكر حمل صغير بكر يعني ده مولود لإبن البكر وضحية للضحية يعني زي زبيحة للمسيح اللي سيقدم زبيحة عن حياة العالم قدموا بكرا للإبن البكر وضحية للضحية وحملا زمنيا للحمل الحقيقي يعني حمل مدي للحمل الحقيقي اللي هو ربنا يسوع الحمل حمل الله الذي يحمل خطايا العالم إنه لمنظر جميل أن ترى الحمل يقدم إليه الحمل ويكمل ماري فرقام السورياني ويقول اقترب منه الرعاة وسجدوا له ومعهم عصيهم طبعا الرعاة كلهم معهم عصيهم بيلموا بها الغنم بيهشوا بها أي حيوان مفترس دائما معهم عصيهم يسندوا بيها في الجبل اقترب منه الرعاة وسجدوا له ومعهم عصيهم حيوه بالسلام قائرين السلام يا رئيس السلام هو ذا عصى موسى تسبحك تسبح عصاك يا راعي الجميع موسى برضو كان مع عصايا وبيرعى الغنم فاكرين طبعا عصى موسى دي اللي رمى في الأرض وتحولت لحية وبعد كده خدها بقت عصايا تاني واللي شاء بيها البحر إلى أخرود ربيها الصخرة فبيقولوله إيه؟ موسى برضو كان راعي وتمرن على الخدمة كراعي غنم في سينة فبيقوله واذا عصى موسى تسبح عصاك يا راعي الجميع كان موسى راعي استخدم عصاته فانت صاحب العصى عصى الرعاية انت الراعي الصالح عصى موسى تسبح عصاك يا راعي الجميع لأن موسى يسبح لك مع أن خرافه قد صارت ذئابا يؤصد بني إسرائيل وقطيعه كما لو أنه قد صارت نينا والقطيع بتاعه ما بقاش قطيع كويس زي الحية كده أنت الذي يسبحك الرعاة إس صالحت الذئاب والحملان في الحظيرة أنت بيسبحك الرعاة لأنه أنت صالحت الكل الأمم اليهود الشعب كله بكافة أطيافه صالحتهم في الحظيرة بتاعتك في الكنيسة بتاعتك حولت حتى الذئاب إلى حملان أنت صالحت الذئاب والحملان في الحظيرة دي من أقوال ماري فران نيجي بقى لأقوال القديس كيرولوس الكبير وده الحقيقة يمشي معنا طول المدة بقى في شرح إنجيلوة كتاب الجميل ده ده عزات للقديس كيرولوس الكبير على إنجيلوة ترجمه ربنا يدي له السحة ويسنده ويبركه دكتور نصح عبد الشهيد أستاذنا الحقيقة في هذا الجيل بكل هدوء وصمت بيخدم وبيترجم وبيطلع لنا الكنوز بتاعة الأباء دول بالضبط 151 عزة على إنجيلوة القديس كيرولوس الكبير طبعا كتابهم باليوناني كل أباءنا كنا بيكتبوا باليوناني ولكن في أجزاء كبيرة جدا منهم فقدت ولكن نشكر ربنا أنه كانت في نفس عهد القديس كيرولوس كانت الترجمة للسورياني الترجمة كتاباته دي للسورياني والعزات دي للسورياني فمن السورياني محفوظة بالسورياني ومن السورياني الترجمة للإنجليزي وبعد كده دكتور نصحي مترجمها لينا بالعربي يعني أنا بشجع كل واحد أنه يقتني كتابات الأباء ويقرى فيها كنوز نعم زي ما هنشوف دلوقتي وإحنا ماشيين واحدة واحدة العزة دي هي العزة نمرة اتنين على ميلاد مخلصنا بالجسد أسليب العزات هنا بتاعتقد قديس كيرولوس أسليب سهلة خاص ياخد فقرة ويكتب عليها العزة ممكن تتروح ما بين ثلاث صفحات لخمس صفحات بالكتير ويدخل مدخل سهل وطريقته فيها جميلة يحط فيها معاني لهوتية يحط فيها تأملات جميلة يشرح المعنى بشكل عملي وبشكل لطيف ومش صعبة يعني فلي بيقتني حاجة زي كده ويبتدي يقر فيها إن شاء الله كل يوم فقرة صغيرة أو عزة صغيرة بتبع حاجة جميلة الدكتور نصحي كان بيترجم كل شهر عزة كل شهر مع مرور السنين خلص المية واحد وخمسين عزة ونزلهم لنا في الكتاب ده ده طبعة سنة 2007 طبعة دي سنة 2007 القديس كيرولوس الكبير بيقول إيه برضو تعليقا بقى على الفقرة اللي احنا قرناها النهار ده بيقول إيه بيقول المسيح يعلن نفسه للرعى الروحيين لكي يبشروا به الآخرين يعني دايما ربنا يبتدي بالرعى علشان هم يبشروا فبيعلن نفسه للرعى للرعاة الغنم فهم اللي بشروا أهل بيت لحم فبرضو كده في الحياة الروحية بيعلن نفسه للرعى الروحيين لكي يبشروا به الآخرين كما حدث من الرعى أيضا عندما تعلموا سره من الملائكة القديسين وأسرعوا ليحملوا الأخبار المفرحة للآخرين بعد كده بيكلم بقى في نقطة مهمة بيقول ربما يعترض أحد ويقول أن الذي ولد الآن كان طفلاً وكان ملفوفاً بالأقماط ومطجعاً في مزود فكيف نقول أنه تسبح القوات العلوية كإله منظروا غلباً أوي يعني ورداً على هذا الاعتراض نقول بحسب أيها الإنسان عمق السر فكر يعني بعمق شوية عمق السر فإن الله صار في شكل منظور مثل شكلنا مثل شكلنا رب الكل في شكل عبد ومع ذلك فإن مجد الربوبية غير منفصل عنهم افهم أن الإبن الوحيد صار جسداً وأنه احتمل أن يولد من امرأة من أجلنا لكي يبطل اللعنة التي حكم بها على المرأة الأولى فقد قيل بالواجع تلدين أولاداً فإنها كانت تلد للموت يعني تولد حده وحيموت ولذلك ذاقوا أي أولاد المرأة لدغة الموت الناس كانت تولد من أي واحدة ست واتدوا لدغة الموت وتموت لكن لأن امرأة قد ولدت في الجسد عمان وقيل الذي هو الحياة فإن قوة اللعنة قد أبطلت متولد عمان وقيل وولدته امرأة في الجسد قوة اللعنة نفسها اللي كانت موجودة في البشر قد أبطلت ما بأش لها سلطان لذلك كده يقول حينما صار كلمة الله جسداً أي إنساناً واتخذ شكلنا فإن جسده كان مقدساً نقياً نقاوة كاملة وهكذا كان حقاً في شبه جسدنا ولكن ليس بنفس مستواه لأنه كان حراً من ميول الخطير وعنين يقول إيه؟ حينما ترى الطفل ملفوفاً بالأقماط لا تركز فكرك على ميلاده في الجسد فقط بل ارتفع إلى تأمل مجده الإلهي ارفع عقلك عالياً اصعد إلى السماء وهكذا سوف تنظر في أعلى تمجيد وهو صاحب المجد الفائق سوف تراه جالساً على عرش عال ومرتفع سوف تسمع السرافيم يمجدونه بتسابيح ويقولون أن السماء والأرض مملؤتان من مجده نعم حتى على الأرض قد حدث هذا لأن مجد الرب أضاء على الرعاة وكان هنا جمهور من الجند السماويين يخبرون بمجد المسيح بعد كده يكمل ويقول أنا بأخذ مختطفات بس لقب البنوة قد منح لنا كنعمة حلت علينا لقب البنوة نحن نبهى ابناء الله قد منح لنا كنعمة حلت علينا أما المسيح فهو الإبن الحقيقي إحنا أبناء بالنعمة أبناء بالتبني لكن هو الإبن الحقيقي حينما صار جسداً لأنه لما صار جسد بقينا إحنا فيه أبناء بالتبني لأنه استمر على ما كان عليه منذ الأزل رغم أنه اتخذ ما لم يكن له يعني اتخذ الجسد اللي هو مكانش بتاعه واستمر على أنه ويكون الله الكلمة الأزلي فإحنا أخذنا نعمة البنو تعليق القديس كيرولوس بقى على تسبيحة الملائكة أختم به حاجة لطيفة خاصة بيقول إيه؟ بيقول الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والسيادات وأعلى منهما السيرفين هم يحفظون رتبهم المعينة يعني كل فيه رتب معينة في السماء معينة من الله وهم في سلام مع الله لأنهم لا يتعدون إرادة الصالحة أبداً بأي طريقة بل هم ثابتون وراسخون في البر والقداسة أما نحن المخلوقات البائسة فقد وضعنا أنفسنا في موضع الأعداء بالنسبة للرب بعدما خلفنا المسيح حطينا نفسنا في موضع الأعداء لأننا وضعنا شهواتنا الخاصة ضد مشيئته لكن المسيح قد أبطل كل هذا لأنه هو سلامنا جه يصنع سلام بعد العداوة دي يصنع سلام لأنه هو سلامنا دي طبعاً في أفاسوس 2-14 هو سلامنا لصالح الأرضين مع السماء صالح البشرية مع الآب هو سلامنا وبيعلق هنا على الأرض السلام بين البشر فهو سلامنا المسيح أبطل كل هذا كل العداوة دي لأنه هو سلامنا لأنه قد وحدنا مع الله الآب وسطة نفسه إذ قد رفع سبب العداوة من الوسط وأعني به الخطيئة رفع الخطيئة من الوسط وهكذا هو يبررنا بالإيمان ويجعلنا قديسين وبلا لو والذين كانوا بعيدين يدعوهم قريبين منهم وإلى جانب ذلك فقد خلق الشعبين الشعبين اللي هم السمائين والأرضيين أو الأمم واليهود خلق الشعبين في إنسان واحد جديد فيه هو بإن مخلوقين فيه اللي سينا في المسيح يسوعهم خليقة جديدة بنا مخلوقين فيه خلق الشعبين في إنسان واحد جديد صانعا سلاما ومصالحا الاثنين في جسد واحد مع الآب الاثنين اللي هم الأمم واليهود صالحنا احنا الاثنين في جسده مع الآب لأنه قد سر الله الآب أن يجمع فيه كل الأشياء سر الله أن يجمع في المسيح كلنا منجمعين في المسيح البشرية كلها الطبيعة البشرية منجمعة في المسيح فقد سر الله الآب أن يجمع فيه كل الأشياء دي في آفاسس واحد عشر عشان كده أما أنا جيت أشرح تسبحة الملايكة قلت أن المعنى بتاحها المد لله في الإعالي وعلى الأرض السلام بين الناس بالذي سر به الآب بالذي فهو أنا بيشرح هو فاهمها كده لأنها فقرتين مش طالد فقراء المد لله في الإعالي فقرة والفقرة التانية على الأرض السلام بين الناس بالذي سر به الآب السلام ده بالمسيح اللي هو بقى سلمنا صانعا سلاما ومصالحا الاثنين في جسد واحد مع الآب لأنه قد سر الله الآب أن يجمع فيه كل الأشياء في واحد جديد متكامل وأن يربط الأشياء السفلة مع الأشياء التي فوق الأرضيين مع السمائين ويجعل الذين في السماء والذين على الأرض رعية واحدة لذلك فالمسيح قد صار لنا سلاما ومصر المسيح قد صار لنا سلاما ومصر كلام جميل خالص من القديس كيرولوس السكندري أو القديس كيرولوس الكبير ربنا يدينا كده أن احنا تتفتح أزهننا علشان نستقبل هذا السلام نستقبل هذا الفرح في المسيح اللي هو سلمنا اللي صنع سلام بين الأرضيين والسمائيين بميلاده ونزوله وتجسده على الأرض نكتفي بالجزء ده ونكمل المرة الجاية ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين يا ربنا الحبيب يسوع أنت هو سلمنا أنت هو فرحنا أنت هو عزائنا أنت هو برنا وقوتنا وقيامتنا ورجاءنا وشفاءنا خلصنا نسبحك نباركك مع ملائكتك ونوجدك مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا ولدت وخلصتنا قمت وخلصتنا فرح قلبنا بعاما نعمتك يا رب ودينا أن نحن تشتعل قلوبنا بمحبتك وبالسلام الحقيقي والفرح الحقيقي لأنك أنت ينبوع كل سلام وفرح بارك الكنيسة فرح شعبك بك دايما أنت اللي بتحيينا بعملك وبعمل روحك القدس في قلوبنا تبث فينا الحياة والسلام والفرح بارك يا ربي كل واحد من أولادك بارك العالم كل يا ربي اذكر خلاص كل نفس يا ربي يتعرف الكل على خلاصك أنك أنت جيت لكي تخلص العالم كل يا ربي وتفرح العالم كل يا ربي بدينا أن نحن نكون سبب فرح وخلاص للعالم كل باركة أمنا الست العذرة باركنا باركة كل مصافي الملائكة والقدسين استجبنا عندما نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد محبة الله الآياب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم سلام الرب يكون معكم شركة موهبة